الفراخ عندما تكبر، الفراخ عندما تزيط، الفراخ وصلت الweante يومة و مش جايبة معي وزن، الفراخ عندما معي ضعيفة، الفراخ مقرمدة و شكلها مش حلو طب انا اعمل مع الفراخ دي ايه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ازاكوا يا جماعة عاملين اياه مشاكل الفراخ يا جماعة كتيرة جداً للي مش فاهم، للي مش عارف ههمش مع الفراخ بتاعته ازاي اللي عارف ممكن يعمل مع الفراخ ايه، و عارف هيمشي الفراخ على ايه بزيطة طول الدورة بتاعته هيلاقي ان التربية بالنسبة له سهلة جدا ما فيش فاقة اي مشكلة مشاكل الفراخ اللي احنا بنقبرها وشايفين ان الموضوع علينا صعب واحنا مش قادرين نربي واحنا مش عارفين نمشي مع الفراخ ازاي كل دي امور محلولة ان شاء الله لو احنا بنعمل الحاجات اللي المفروض نعملها للفراخ بتاعتنا بشكل وقائي قبل ما يحصل المشاكل دي تمام زي مثلا لو عندنا مرض زي مرض الكوكسيديا بيجي بيعمل معنا مشاكل كبيرة جدا لو احنا بنحط علاجات الكوكسيديا كل عشر طيام قبل ما ييجي المرض ده هنلاقي ان الفراخ بتاعتنا مشي معنا تمام ان شاء الله ما فيش فيها اي مشكلة بإذن الله فنفس الكلام الفراخ اللي عندي ما بتزيتش او ما شالتش وزن برضو كل حاجة ولا حل المفروض ان احنا الاول بنتأكد ان احنا بنجيب فرخ كويس جدا بحيس ان الفرخ هو اساس التربية يا معي الفرخ بتاعنا لو جاي معنا تمام هيزبط معنا بإذن الله وهيشيل معنا وزن ان شاء الله اكيد ما فيش فيها كلام طيب لو انا عملت حاجة والفراخ عندي ما زبطتش او في عب عندي من التربية في حاجات بنعملها طول الدورة بتزود معنا اوزان الفراخ في خلطات بتتعمل بالاعشاب حاجات طبعية مية في المية بتتحط بتزود معنا اوزان الفراخ بشكل كبير جدا في عندنا علاجات بنجيبها من البيطاري برضو بتزود معنا الفراخ بشكل كبير جدا ان شاء الله فلذلك احنا بنعمل خلطات بتتحط على المية وخلطات بتتحط على العلف بتعلي معنا مناعة الطير وبتعلي معنا أوزان الفراخ وتعلي حيوية الفراغ بشكل كبير جدا فأنا بدل منس أصبر لحد ما الفراخ عندي تتعب أو الفراخ عندي ما تشيلش وزن المفترض أن أنا بعمل الخلاطات دي طول الدورة بشكل مستمر بعمل الخلاطات دي على الأقل كل خلطة من الخلاطات اللي بتزود معي مناعة الطير أو بتزود معايا وزن الطير على الأقل خالص بعملها مرتين في الإسبوع فأكيد ضمانت إن شاء الله أن أنا على نهاية الدورة فرخة بتاعة ترمي معايا تلاتة كيلو ترمي معايا اربعة كيلو من غير تعب ان شاء الله ومن غير مجهود بس انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه للفراخ عشان ترمي معايا الاوزان دي نهاردة ان شاء الله هنتكلم على خلطة الخلطة دي يا جماعة هنحطها على العلف هتزبط معنا جدا هتجيب معنا اوزان كويس قوي والحمد لله احنا مجربينها قبل كده وزي ما انتوا شايفين نتائج الخلطات اللي كنا بنعملها دي اه اوزان الدورات اللي فاتت على عمر تلاتين يوم وعمر خمسة وتلاتين واربعين يوم اوزان ما شاء الله متوسط تلاتة كيلو على الخمسة وتلاتين يوم حتى لما الفرخ اتخر معنا شوية كان على تمانية وتلاتين يوم فرخ عندنا متوسط اتنين كيلو وتمنمية وتلاتة كيلو تمام اه الخلطة النهاردة بازن الله هتبقى على العلف مش في المية الخلطة النهاردة هتبقى على العلف خلطة دي نقدر ان احنا نبتدي بيها من عمر عشر تيام يعني انا عامل الوقت على العلف الخشن تمام هي ممكن تتعمل على العلف الناعم ان شاء الله من عمر عشر تيام بإذن الله في وجود العلف الناعم هنجيب الحاجات اللي احنا هنقول عليها دي ان شاء الله هنحتاج قركم وارفة وزن جبيل وهنحتاج كمان شطة وهنحتاج النشا وهنحتاج كمان في حاجة اسمها خميرة بطري الخميرة دي موجودة عنده كل بيطرة الخميرة دي كويسة جدا بتزود معانا الاوزان بشكل كبير ولو حطناها في الخلطة بتاعتنا دي ان شاء الله هتفرق معانا اوي هتجيب معانا اوزان كويسة وفي نفس الوقت هي منشت عامل الطير هي مش بس عشان تزود الوزن هي بتزود الوزن وبتخلي الطير يسحب معايا العلف وبتحول العلف بتاعك ده للحم تمام يعني بتخلي الطير يستفاد اقصى استفادة من العلف اللي بيكله كمان فيها نسبة املاح معدنية فالخميرة البطري برضو مفيدة جدا جدا لو اشتغلنا بيها لوحدها او لو دخلناها مع الخلطة بتاعتنا دي ان شاء الله كمية العلف اللي قدامكم دي يا جماعة اربعة كيلو علف اربعة كيلو علف تمام دي كمية اللي احنا هنضرب عليها الاوزان بتاعتنا او الخلطة بتاعتنا بحيس احنا نبقى عارفين بعد كده انا لو محتاج احط على كميات كبيرة اعارف احط ايه بالزبط تمام كده يعني الكمية دي بالنسبة لنا معيار اقيس عليها بعد كده لو عاوز تضرب حتى شكارة علف شكارتين علف زي ما انت عاوز انت هتعرف الاربعة كيلو هيحتاج مننا قد ايه من اه العشاب اللي احنا هنحطها دي وبناء عليه تقدر ان انت او انت تزاودي بعد كده على حسب الكمية العلف اللي عندك ان شاء الله هنحط بقى على الاربعة كيلو علف بمقدار المعلقة الصغيرة ان شاء الله هنحط معلقة من القرقم معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي الصغيرة دي معلقة من القرقم على اربعة كيلو علف وهنزود عليها كمان معلقة من الزنجبيل هنحط عليها كمان معلقة من الشطة بس الشطة بنقللها شوية تمام معلقة مساح كده من الشطة ونحط عليهم كمان معلقة من الارفة تمام يبقى احنا حطينا الكركم وحطينا الزنجبيل وحطينا الشطة وحطينا الارفة تمام كده وكمان نزود عليهم معلقة نشا وبعدين نحط عليهم معلقة معلقة كبيرة من الخميرة البطري معلقة كبيرة من الخميرة البطري او حط معلقتين بمعلقة الشاي الصغيرة من الخميرة البطري ان شاء الله كده انا كده حطيت كم صنف ستة اصناف يا جماعة ستة اصناف حطيتهم على الاربعة كيلو علف هنحط كركم معلقة كركم معلقة ارفة معلقة زنجبيل معلقة شطة معلقة نشا ومعلقتين خميرة بطري تمام بنقلب بقى الحاجات اللي احنا حطى ناضيت كويس جدا على العلف بنقلب كويس بحيث ان هي تلزأ في العلف الحاجات دي كلها بتبقى ووضر لما بتقلبها كويس بتمسك في العلف يعني حتى لو هي رست شوية أو وعت شوية في أرضية الشقرة ولا كده لما بتجي تقلب تاني بتزبط معاك إن شاء الله وبتمسك في العلف تمام هنقلب كويس جدا وبعد كده بننزل العلف بتاعنا قدام الفراخ تفايدت بقى الخلطة دي يا جماعة لها فوائد كتيرة جدا جدا فهو ما تتخيلوا يعني الخلطة دي فعلا مفيدة مش كلام وخلاص ولا كلام دعاية لا هي احنا جربناها واشتغلنا بيها أكتر من دورة وكانت بتجيب معانا أوزان كويسة جدا ما شاء الله الخلطة دي من فوائدها إن هي بتسلك معايا سدر الفراخ معروف إن الفراخ دايما أكتر حاجة بتتعبنا في دورة التربية بتاعتنا مرضين مرضين صعبين جدا بيجوا طول الدورة اللي هو تعب السدر والكوكسيديا العطسة أو الطشمة أو الخرواشة أي أن كان اللي احنا بنسميها اللي هو تعب سدر الفرخ احنا لما بنعمل الخلطة بتاعتنا دي الخلطة دي بتسلك معانا سدر الفرخ بشكل كبير قوي حتى وانت بتعمل الخلطة أو انت بتعمل الخلطة وبتقلبيها في العالم بتلاقي إن الريحة طلعت على سدر الواحد يعني أول ما بتشمها بتعتص أو بتكوح بسبب الريحة الريحة بتسلك سدر الفرخ بشكل كبير جدا تمام؟ يبقى الخلطة دي مفيدة ان هي هتسلك لنا سدر الفراخ بتاعتنا هتخلي دايما سدر الفرخ عندنا نظيف ودي اكبر مشكلة دايما بتقابلنا في تربية الفراخ البيضة او الفراخ كلها بصفة عامة اكبر مشكلة عندنا ان دايما سدر الفرخ بتعب مننا بشكل كبير جدا ممكن طول الدورة تلاقي الفراخ عندك بتعتص بالكوح بترشح الكلام ده كله الخلطة دي ان شاء الله هتعليج لنا سدر الفرخ هتمنع وجود التجبونات وهتمنع وجود البلغم اللي بيترصب في سدر الفرخ طول الدورة تمام يبقى دي من ناحية هي بتعليج لنا سدر الفرخ ان شاء الله بشكل كبير جدا الحاجة التانية كمان الاسهالات اللي هي اكتر برضو حاجة ارفانة مع التعب السدر الاسهالات اللي نتائجها كتير جدا سواء كان شوية ساعة او ان الحتة كتمت او ان الفرش عندك عرقت الحاجات دي كلها بتخلي الفرخ يسهل او ان الفرخ دخل عليه مرض الكوكسيديا والكلستريديا اللي برضو من اعراضهم ان في اسهالات تمام الحاجات دي كلها احنا ان شاء الله لما بنستخدم الخلطة دي بنقلل بشكل كبير الاسهالات بتلاقي الاخراغات بتاعة الفراخ نزلة مسكة مكوزة لونها طبيعي شكلها شكل لون العلف شكلها كويس مش دايما سايبة والاخراغات سايلة وفيه بزء وفيه الكلام ده لان انتو عارفين ان الاسهالات الاخراغات السايبة دي بتنشف معنا الفراخ وبتبوز معنا الفراخ تلاقي الفرخ بياكل ومش باين عليه قطر الاسهال ينشف معنا الفرخ فانت لما تعمل خلطة تفيدك ان هي تمسك لك بطن الفرخ وتحافظ على بطن الفرخ من قطر الاسهالات دي يبقى دي بالنسبة لنا فايدة عظيمة قوي بتحافظ على الفراخ بتاعتنا الفراخ عندنا ما تنشفش ولا الكلام من فوايد الخلطة دي برضو ان هي بتشتغل قطارد للغازات وبتشتغل زي محسن للهضم يعني انا الطر بتاعي الوقتي بياكل العلف انا عاوز العلف يتحول كله للحم في حاجة اسمها نسبة معامل التحويل كل ما زاد معامل التحويل بتاعي دي مصلحة كبيرة العلف بتاعي تحويله للحم كويس طيب الخلطة اللي احنا بنعملها دي ان شاء الله بتزود معنا النسبة بتاعي التحويل اللحم بشكل كبير جدا لان الفراخ بتاكل العلف بتستفاد منه اقصى استفادة الخلطة اللي بنعملها دي بتخلي الطر يستفاد من العلف لأن هي بتساعد على الهضم وبتساعد على امتصاص المواد الغذائية اللي موجودة في العلف فبالتالي هي هتخلي الفرخ يستفاد من العلف أقصى استفادة ممكنة برضو من فوائد الخلطة اللي هنعملها دي يا جماعة إن هي بتعلي معنا مناعة الطير وبتعلي حيوية الطير دايما فيه أنواع من الأعشاب بتعلي معاك مناعة الطير بشكل طبيعي هي بتعتبر منضدات حية وطبيعية فالخلطة إن شاء الله لما نعملها هتعلي معنا مناعة الطير بتفوق معنا الطير بتاعنا بتلاقي دايما الطير شكله حلو فايق معنا الطير بتاعك حيويته كويسة نشيط الكلام ده كله طبعا بالنسبة للي برب كميات للبيع الخلطة دي مفيدة جدا جدا لأن هي أولا زي ما قلنا هي بتخلي الفرخ دايما منعته عالية وبتخلي الفرخ بتاعك نشيط الحاجة التانية بتحمر وش الفرخ بدري وبتشيل الريشة الصفرة اللي بتبقى موجودة عند الفراخ عمر 32 يوم 33 و 32 يوم لما يجي يدخل حد عشان يشيل الفرخ ما عندك تاجر او كده ويلاقي شكل فرخ الرشة الصفرة لسه موجودة ده كأن الفرخ بتاعك لسه صغير فممكن يقولك لا سيب الفرخ عندك يومين ثلاثة لما تجبر معك شوية انت عاوز تبيعه وهو يقولك لا يصبر شوية لحد ما الفرخ عندك تستوي تمام فالخلطة دي ان شاء الله بتخلي الفرخ يستوي بدري مش بس يستوي في الشكل يعني مش بس ان شكله هيبان عليه ان هو كبير لا انت حتى كطعم كمان لو بترب في البيت حاجة بنربها في البيتنا كلها بتفرق معنا بشكل كبير جدا بتغير معنا طعم الفرخ وبتلاقي الفرخ بتاعتك طعمها حلو يعني مش بس احنا كده بندحك على التاجر ان هو يدخل يشيل لا هي فعلا بتخلي الفرخ تندج قبل معدها بتخلي الفرخ تستوي قبل معدها الفرخ والشاب حمر اديك تلاقي العرف بتاعه احمر شكله حلو ما شاء الله حيوته كويسة تلاقي اديك واقف يعني حاجة ما شاء الله صحة ما فيش بعد كده تمام ديك بينط بيلعب بيضربوا في بعض الكلام ده كله بسبب الخلطة دي لما بتحطها على العلف ان شاء الله خلطة مفيدة جدا الارفة الزنجبيل الكركم النشا الشطة وبرضو الخميرة البطري الحاجات دي احنا لو ضفناها على بعض زي ما قلنا بالمقدير اللي قلنا عليها ان شاء الله هتزبط معنا الفراخ وهتدينا فرخ منعته عليها هتدينا فرخ يرمي معنا وزن بدري في نفس الوقت كمان مش بيسحب مننا علف كتير لان احنا قلنا ان هي بتحول معنا المعظم العلف اللي بيأكلوا الطير بتحول معنا اللحم فاحنا مش هنسحب كمان علف كتير ان شاء الله المحتاج اي حاجة يبعثلي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته